الرئيس السيسي يشارك في فعالية قمة محيط واحد بفرنسا ويؤكد أن مصر تتخذ خطوات حثيثة لتحول إلى مركز للطاقة المتجددة على هامش مشاركته بقمة محيط واحد الرئيس السيسي يؤكد لماكرون ما توليه مصر من أهمية خاصة لتعزيز التعاون مع فرنسا بتوجيهات من رئيس السيسي سفينة مساعدات تغادر ميناء ضنيات للأشقاء في لبنان السادسة مساء في القاهرة الرابعة بتوقيت جرينج نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم محيط واحد هي قمة تنظمها فرنسا وتأتي في إطار سلسلة قمم تعنى بالموضوعات البيئية الرئيس عبدالفتح السيسي كان من بين المشاركين ضمن عدد محدد من رؤساء الدول والحكومات المهتمين بالعمل الدولي لمواجهة التدهور البيئي المزيد في سياق هذه النشرة أكد الرئيس عبدالفتح السيسي حرصا مصر منذ وقت مبكر على وضع الأطر القانونية المنظمة للأنشطة الاقتصادية ذات الصلاة بالبحار والمحيطات لتضمن استدامة الموارد البحرية والحفاظ عليها ولتحول دون تعرض البحار للتلوث بشتى أنواعه جاء ذلك خلال كلمته أمام أعمال قمة محيط واحد المنعقدة بمدينة بريستات الفرنسية تمثل البحار والمحيطات نحو 70% من مساحة جوكبنا وتربط بين شعبنا وثقافاتنا وتساهم في حركة التجارة والملاحة الدولية فضلا عن كونها مصدرا مهما للغزاء والموارد الطبيعية ومحفزا للنشاط الاقتصادي والإزدار مجتمعات ودول بأسرها ونحن نعي ذلك في مصر جيدا فلقد ساهم موقعنا على البحرين الأحمر والمتوسط في نشط حضارتنا الممتدة وبناء تطورنا منذ فجر التاريخ فضلا عن امتلاك مصر لقناة السويس التي ساهمت ولا تزال في داف حركة التجارة الدولية بوصفها أحد أهم الممرات الملاحية في العالم ولقد حرست مصر منذ وقت مبكر على وضع الأطر القانونية المنظمة للأنشطة الاقتصادية ذات الصلة بالبحار والمحيطات لتضمن استدامة الموارد البحرية والحفاظ عليها ولتحول دون تعرض البحار للتلوث بشتى أنواعي بما في ذلك التلوث بالنفايات البلاستيكية الذي يمثل تحديا حقيقيا خاصة أمام الدول النامية التي تسعى للحصول على الدعم التكنولوجي واللازمين للتنفيذ استراتيجيات الحد من استخدام البلاستيك المدر بالبيئة كما استعرض رئيس سيسي الخطوات الحثيثة التي تتخذها مصر للتحول إلى مركز للطاقة المتجددة بما في ذلك التوسع في إنتاج الهايدروجين الأخضر وأشار رئيس سيسي إلى أن مصر خلال رئيساتها لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي حرصت أعلى إطلاق مسار تفاوضي للتوصل إلى أهداف جديدة لحماية الطبيعة وفي مقدمتها حماية البحار والمحيطات تتخذ مصر كذلك خطوات حثيثة للتحول إلى مركز للطاقة المتجددة بما في ذلك التوسع في إنتاج الهايدروجين الأخضر بما يمثله من فرصة حقيقية لخفض حجم انبعاثات قطاع النقل البحري وسنعمل خلال الفترة القادمة على طرح أفكار ومبادرات للتشور حولها مع شركاء التنمية بهدف حج المزيد من الدعم للجهود المصرية في هذا المجال المهم أما على الصعيد الدولي فقد عملت مصر خلال رئيساتها لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي على إطلاق مسار تفاوضي للتوصل إلى أهداف جديدة لحماية الطبيعة وفي مقدمتها حماية البحار والمحيطات كما تشارك مصر باهتمام في المشاورات الجارية تحت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار للتوصل إلى أداة قانونية جديدة لحماية التنوع البيولوجي في المناطق البحرية خارج نطاق الولاية الوطنية هذا وأكد الرئيس السيسي أن تغير المناخ يظل التحدي الأصعب الذي يواجهنا وشدد رئيس السيسي في كلمته على الأثار السلبية التي تطول شتى مناح الحياة مشيرا إلى أن البحار والمحيطات ليست بمعزل عن هذه الأثار يظل تغير المناخ التحدي الأصعب الذي يواجهنا مما له من آثار سلبية تطول شتى مناح الحياة وليست البحار والمحيطات بمعزل عن تلك الآثار حيث امتصت المحيطات ما يزيد على تسعين فنية من الحرارة الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري بواتيرة متسارعة منذ سبعينيات القرن الماضي مساهمة في ارتفاع مستوى حمدياتها وانخفاض نسبة الأكسجين بها وتظاهر الحياة البحرية فضلا عن التهديد المستمر الذي يمثله ارتفاع مستوى سطح البحار والمحيطات على المناطق السحلية في العديد من دول العالم كما دعا الرئيس السيسي إلى تكثيف الجهود الدولية الرامية إلى حماية البحار والمحيطات من هذه الأثار والحفاظ على استدامتها وتنوع الحياة البحرية بها هذا وأشار رئيس السيسي إلى أن الدورة القادمة لمؤتمر المناخ الذي ستشهده مصر سيتضمن حوارا بناءا حول هذه المسألة خاصة على صعيد حجد التمويل الذي تحتاجه الدول النامية والإفريقية لمواجهة تدعيات التغير المناخي لا تزال الجهود الدولية للتغلب على الآثار السلبية لتغير المناخ على البحار والمحيطات لا ترقى إلى المستوى المأمول ومن ثم فإن مصر بصفتها الرئيس القادم لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ تدعو إلى تكثيف الجهود الدولية الرامية إلى حماية بحارنا ومحيطاتنا من تلك الأثار والحفاظ على استدامتها وتنوع الحياة البحرية بها وسنعمل من جانبنا على أن تشهد الدورة القادمة للمؤتمر حوارا بناءا حول هذه المسألة يستند إلى أفضل الممارسات والعلوم المتاحة وأن تسفر الدورة عن نتائج ومبادرات طموحة تبني على نتائج مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات الذي تصديفه البرتغال منتصف العام الجاري لتساهم في تعزيز جهود دولنا في تخفيف تبعات تغير المناخ على البحار والمحيطات وفي حجة تمويلة التي تحتاجه الدول النامية والإفريقية منها على وجه الخصوص للقيام بهذا الجهد هذا وقد أعلن رئيس سيسي انضمام مصر إلى الإعلان المقرر صدوره عن القمة تحت عنوان حماية المحيط وقت العمل وكذلك إلى مبادرتين التحالف العالمي للمحيطات والتحالف عالي الطموح من أجل الطبيعة والبشر وفي هذا السياق شدد الرئيس أيضا على تطلع مصر إلى العمل في إطار تلك المبادرات المهمة مع كافة الأطراف لدمان تحقيقها للنتائج المرجوة وتأكيدا على مساهمتنا في الجهد الدولي لحماية البحاور المحيطات يسرني أن أعلن عن انضمام مصر إلى الإعلان المقرر صدوره عن قمتنا هذه قمتنا هذه تحت عنوان حماية المحيط وقت العمل وكذلك إلى مبادرتين التحالف العالمي للمحيطات والتحالف على عالي الطموح من أجل الطبيعة والبشر ونتطلع إلى العمل في إطار تلك المبادرات المهمة مع كافة الأطراف لضمان تحقيقهما للنتائج المرجوة السيدات والسادة أثق أن قمتنا اليوم ستخرج بنتائج إيجابية تعكس التزام دولنا بتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ وحماية البحار والمحيطات وأتطلع في هذا الصدد إلى استقبالكم في شرم الشيخ خلال القمة القادمة لتغير المناخ لنواصل معا حديثنا هذا لصالح حماية الحياة على كوكبنا لنا وللأجيال القادمة وشكرا اشتركوا في القناة 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 اليوم السابع أستاذ أكرم بعد تحية بداية قراءتك لمشاركة مصر ممثلة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة محيط واحد وتوقيت هذه المشاركة هذه المشاركة مهمة جدا لأنه جاي قبل فترة قليلة من قدمه طمر المناخ حريقة وضمان أمن المحيطات وسلامتها الجزء مهم جدا من الضمان فيها لأنها تمثل 70% من الكرة الأرضية نعم رئيس السيسي تحدث أستاذ أكرم خلال كلماته عن سعي مصر وخطواتها الحثيثة للتوسع في إنتاج الهايدروجين الأخضر أهمية ذلك برأيك هو جزء مهم هو من سياقات كثيرة مصر تفتع نحو الطاقة الجديدة والمتجددة بشكل واسع متعلق بالتقى الشمسية فيه متعلق بالهايدروجين فيه متعلق بالسيارات والنقل العامي الكهرباء والتفارات الكهربائية فالهايدروجين جزء مهم جدا والهايدروجين الأخضر يعني جزء مهم قوي من تقليل الاحترار تقليل المدعث الحراري تحسين المناخ بشكل كتير مواجهة التغيرات المناخية مواجهة التحولات المختلفة فينا تعلق بالمناخ وعرفين أن الرئيس في جلاسكو كان حريص جدا من يؤكد وجهة نظر دول العالم الثالث ودول أفريقيا فيما تعلق بالتغير المناخ بشكل كبير ويقدم مطالب مهمة جدا للدول المختلفة في أفريقيا تحديدا بأنه الدول الصناعية تسدد ما عليها اللهم المئة مليار لتقليل من بعث الحراري وتمجيز تقليل تغيرات المناخ ففكرة الهيدروجين أو الكهرباء أو السيارات الكهرباء أو التكنولوجيا وحتى كان جزء مهم جدا بحثات الرئيس مع المسؤولين في النرويج أو في دول أوروبا والتحاد الأوروبي لتدعيم فكرة السيارات الكهرباء تدعيم فكرة النقل الصادق للبيئة تقليل تغيرات المناخية وده في السياق مهم جدا لأن مصر مش بتتحدث فقط باسمها بتتحدث أيضا باسم أفريقيا بين دول العالم الثالث والدول العربية نعم أستاذ أكرم سيد رئيس أعلن انضمام مصر إلى الإعلان الذي سيصدر عن القمة تحت عنوان حماية المحيط وقت العمل وكذلك أيضا إلى مبادرتين التحالف العالمي للمحيطات والتحالف عالي الطموح من أجل الطبيعة والبشر قراءتك لانضمام مصر لهذه المبادرات والتي أعلنها السيد الرئيس كتأكيد لإستجاه مصر بشكل جد وبإرادة حقيقية نحو أي مبادرات تساهم في تقليل المبادرات الحرارة تحسين بأمواجهة التغيير المناخ لأنه في الصف اللي بات أو في هذا الوقت الفيضانات الجفاف الجوع الفق كلها نتائج مهمة جدا للتغير واستخدام الإنسان السيء للأرض والدول الاجتماعية مطالبة بهذا الأمر فكرة الانضمام فكرة تأكيد الإرادة والإصرار على السير نحو أي خطوات من شأنها أن تحافظ على القرى الأرضية وتحافظ على المحيطات والبحار وفي نفس الوقت تحافظ على الجو لأنه هذا القضاء لم تتعود خضايا طرف كما كان في الصابق واحد خضايا ضرورية وحيوية وتتعلق بحياة البشر خاصة في أفريقيا والمنطقة العربية الشكل كبير إن أفريقيا بتتبع سمن كبير جدا لهذا الأمر فمصر تتجاهها بهذا الاتجاه بتؤكد إرادتها وحرصها على الاتجاه لتأكيد هذا الأمر نعم أخيرا أستاذ أكرم الأصاص في إطار كل المعطيات التي ذكرتها كيف تقرأ أيضا الجهود الحثيثة التي تقوم بها مصر في التعامل مع هذا الملف الهام ملف تغير المناخ خاصة أن مصر بتستعد لاستضافة المؤتمر الدولي الهام جدا الخاص بتغير المناخ إن شاء الله كب 27 في مدينة شرم الشيخ زي ما أنا قلت ده كلامي ده كله يعني اتضافة مصر أولا خطوة مهمة جدا المؤتمر لا يوحد في نوفمبر في شرم الشيخ ده خطوة مهمة جدا لتأكيد إرادة مصر في هذا السياق نفس الأمر فيما يتعلق بسياقات الجديدة المرتبطة بإنه مصر زي ما قلت نتحدث باسمها بسي تحدث باسم أفريقيا أيضا نعم وفي نفس الوقت كل الاتجاهات سواء في الطاقة المتجددة سواء في اتجاهات الانتقال إلى الكهرباء انتقال إلى الطاقة النفذي كل ده مهم جدا وبنعكس ويؤكد إرادة مصر وأظن أنه هذا المؤتمر سيكون جازما لكثير من كل الأطراف الحريصة على تحسين المناخ وموجة تغير المناخ الأساز أكرم الأصاص رئيس تحرير اليوم السابع أشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركة هذا وتنفذ الحكومة المصرية خطة طموحة للحفاظ على البيئة من خلال محوري الماء والهوى يأتي ذلك من خلال عدة استراتيجيات لحماية النيل وتطوير المسطحات المائية المختلفة بالإضافة لستراتيجيات شاملة لمكافحة الانبعاثات الصناعية الضارة بالبيئة ومكافحة عوادم السيارات خطة طموحة تنفذها الحكومة المصرية للحفاظ على البيئة من خلال محوري الماء والهوى فبالنسبة لمحور المياه تكسف الدولة من جهودها لحماية نهر النيل من الملوسات والتعديات على حد سوى وقد نجحت الدولة في إيقاف الصرف الصناعي الملوس لنهر النيل عبر توفيق الأوضاع البيئية للمنشآت الملوسة للمجرى النهري أو عن طريق غلق مخارج الصرف كما تم القيام بالعديد من الجهود للحد من التلوث الناتج عن العائمات النهرية من أهمها إنشاء مراس ووحدات لاستقبال المخلفات السائلة على مجرى نهر النيل وتنفذ أجهزة الدولة المختلفة حملات مكسفة لإزالة التعديات على نهر النيل تقوم بها وزارة الموارد المائية والري ووزارة التنمية المحلية بالإضافة إلى المحافظات أيضا تتبنى الدولة استراتيجية شاملة لتطوير المسطحات المائية المختلفة مثل البحيرات العذبة وفي هذا الإطار أصدر رئيس عبد الفتاح السيسي قانون حماية وتنمية البحيرات التي تعرضت لإهمال جسيم على مدار العقود الماضية أدى إلى تدهور أوضاعها وتحاول الدولة من خلال التعامل مع ملف البحيرات القضاء على التلوث الكبير في مياه هذه البحيرات ووقف الملوسات الصناعية التي تصب فيها بما يسهم في تحسين بيئة هذه المسطحات وزيادة الإنتاج السماكي منها وتعد بحيرة المنزلة من أكبر البحيرات التي تتولى الدولة تطويرها حاليا بالتوازي مع جهود أخرى لتطوير بحيرات إدكو والبرولوس ومريوط هناك أيضا مشروعات أخرى مثل تبطين الترع والمجار المائية التي تقوم بها وزارة الري حاليا ومشروع حماية الشواطئ للحد من تأثيرات التغير المناخي أما بالنسبة لمحور الهواء فتتبنى الدولة ممثلة في وزارة البيئة استراتيجية شاملة لمكافحة الانبعاسات الصناعية الضر بالبيئة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظفة كما تتبنى الدولة استراتيجية لمكافحة عوادم المركبات وهناك عدة مشروعات في هذا الإطار مثل مشروع استبدال السيارات التكسي القديمة بالقاهرة الكبرى بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعي وبرنامج فحص عادم المركبات بأوحدات المرور وبرنامج فحص عادم المركبات على الطرق بالإضافة إلى برنامج فحص أوتوبيسات هيئة النقل العام وبرنامج حماية البيئة من تلوسات بعسات الدراجات البخارية مصر تواجه تحديات تغير المناخ العالمي وأصاره على التنمية المستدامة بروح المسؤولية مع اتخاذ تدابير فعالة وواقية وصياغة الاستراتيجيات والمبادرات وعمل التوعية اللازمة لحماية الأجيال في المستقبل من خطر التغيرات المناخية من أجل تحقيق تنمية مستدامة تبذل الدولة جهودا حثيثة لتحول إلى الاقتصاد الأخضر للحد من المخاطر البيئية وفي هذا الإطار تتمنى الدولة استراتيجية تشمل العديد من المجالات والقطاعات مثل الكهرباء والطاقة والزراع والنقل جهود حثيثة تبذلها الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وهو الاقتصاد الذي يقوم على تحقيق التنمية المستدامة مع الحد من المخاطر البيئية في قطاع الكهرباء تتيه الحكومة إلى زيادة نصيب الطاقة المتجددة من الطاقة المستهلكة بالبلاد عبر استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية والمائية وتعد الطاقة محورا هاما من محاور تحقيق التنمية المستدامة وتسير الدولة وفق مسارين متوازيين الأول هو ضمان توفر مصادر الطاقة للصناعة والإنتاج والثاني هو الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة حفاظا على البيئة والمناخ والتزاما بالتوجه العالمي الحالي وتنفذ دولة برنامج التحكم في التلوث الصناعي وحماية البيئة للقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام الصناعي ويشملان 120 مشروعا للحد من التلوث الصناعي كما تشجع الدولة التحول نحو الصناعات رشيدة الاستهلاك للمواد الطبيعية والطاقة والمياه مع تشجيع الإنتاج الصناعي الأنظر وفي مجال الزراعة تعمل الدولة على تحقيق الاستخدام المستدام للمواد الزراعية الطبيعية بالإضافة إلى التركيز على أساليب الإدارة الزراعية المتكاملة مع رفع كفاءة استخدامات المياه وتحسين نظم الري والصر وتعديل التركيب المحصولي لصالح الزراعات الأقل استهلاكا للمياه بالإضافة إلى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي أما في قطاع النقل فتقوم الدولة بتنفيذ مشروع إحلال المركبات المختلفة للعمل بالغاز الطبيعي إضافة إلى البدء في إنتاج السيارات الكهربائية وذلك وفق استراتيجية متكاملة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا تعمل الحكومة أيضا على منح أولوية لمشروعات الاقتصاد الأخضر بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ويعزز دور مصر في قضايا المناخ من خلال استعدادها لمنح كل الحوافز الممكنة لإقامة المشروعات الصديقة للبيئة وعلى هامشي مشاركته بقمة محيط واحد بمدينة بريست الفرنسية أكد رئيس السيسي ما توليه مصر من أهمية خاصة لتعزيز التعاون مع فرنسا في مختلف المجالات وخلال لقاء مع نظيره الفرنسي إيمانوال ماكرون أكد رئيس السيسي أهمية تعظيم التنصيق والتشاور مع الجانب الفرنسي خلال الفترة المقبلة بشأن مختلف الملفات بما يساعد على صون الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط والقارة الأفريقية بان سبل التعاون والتنصيق المشترك في إطار استضافة مصر لقمة المناخ العالمية في شرم الشيخ في نوفمبر القادم حيث أوضح الرئيس سيسي أن تلبيةه لدعوة الرئيس الفرنسي للمشاركة في قمة محيط واحد تعكس مدى حرص مصر على التعاون مع فرنسا في هذا المجال وأخذ في الاعتبار ما توليه مصر من أهمية قصوى لحماية البيئة البحرية من جهته أعرب الرئيس الفرنسي عن خالص تمنيته بنجاح مصر في استضافة قمة المناخ وفيما يتعلق بالأوضاع في ليبيا أعرب ماكرون عن تثمين بلاده للجهود المصرية بقيادة الرئيس السيسي لصون المؤسسات الوطنية الليبية وتعزيز مسار التسوية السياسية للأزمة كما شهد اللقاء أيضا توافقا بشأن تضافر الجهود لمساعدة الأشقاء الليبيين على استعادة الأمن والاستقرار بالبلاد إلى ذلك شدد ماكرون على التزام الإدارة الفرنسية بمؤصلة تعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات ومساندة الجهود الحفيثة للرئيس السيسي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف في المنطقة بأسرها على مدى عقود طويلة بنيت العلاقات المصرية الفرنسية على أسس من الاحترام المتبادل بين البلدين والمصالح المشتركة وبمرور السنين تطورت العلاقات إلى حد الشراكة الاستراتيجية انطلاقا من مكانة مصر في محيطها وموقع فرنسا التي تعتبر إحدى القوى الأوروبية القبرى المتبادل والمصالح المشتركة بنيت العلاقات المصرية الفرنسية عبر عقود من الزمان علاقات شهدت العديد من التطورات حتى وصلت إلى حد الشراكة الاستراتيجية انطلاقا من مكانة مصر في محيطها العربي والأفريقي وموقع فرنسا باعتبارها إحدى القوى الأوروبية الكبرى ومنذ وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي لسدة الحكم عام 2014 شهدت مجالات التعاون بين القاهرة وباريس نقلة نوعية غير مسبوقة عشرات الزيارات الرسمية رفعت المستوى بين مسؤول البلدين على كافة المستويات زيارات عكست التقارب الكبير في وجهات النظر إزاء القضايا الثنائية والملفات الإقليمية والدولية فعلى الصعيد السياسي تتلاقى وجهات النظر المصرية الفرنسية حول مختلف القضايا كما تتخذ الدولتان مواقف متقاربة على المستويين الإقليمي والدولي في عدة قضايا من أهمها التعبئة الدولية لمحاربة الإرهاب والتطرف والتمسك بحل القضية الفلسطينية على أساس الدولتين وفيما يتعلق بالأزمة الليبية يتفق الجانبان على ضرورة دعم المصار السياسي وصولا إلى إجراء الاستحقاق الانتخابية إلى جانب خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية توافق تكلل باستضافة باريس مؤتمرين دوليين حول ليبيا ومشاركة مصر بفعالية بهما وحول تطورات الأوضاع السودانية يتوافق الجانبان على أهمية التعامل مع التحديات الراهنة على نحو يحقق الاستقرار والأمن للشعب السوداني ويحافظ على المصار الديمقراطي كما تتفق القاهرة وباريس على حتمية دعم وحدة الصف العراقي والحل السياسي للأزمة السورية هذا إلى جانب التنصيق الثنائي فيما يتعلق بقضية الهجرة غير المشروعة هكذا تكتسب العلاقات المصرية الفرنسية زخما يوما بعد يوم وتتعمق الشراكة الاستراتيجية لآفاق أرحب عنوانها المصالح المشتركة كما ترتبط مصر وفرنسا بعلاقات اقتصادية قوية ومتينة مثلت قوة دفع لعلاقة السياسية راسخة بين البلدين وتشير الأرقام إلى أن مصر تعد من أهم الدول المستقبلة لتدفقات الاستثمارات الفرنسية التي تبلغ نحو خمسة مليارات يورو علاقة اقتصادية متينة ومتنامية تجمع مصر وفرنسا تمثل قوة دفع إضافية لعلاقة سياسية راسخة بين كل من القاهرة وباريس علاقات شهدت تطورا كبيرا على كافة المستويات خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فجاء التعاون الاقتصادي بين البلدين ليتوج تنصيقا وتفاهما كبيرين على المستوى السياسي تشير الأرقام إلى أن مصر تعد من أهم الدول المستقبلة لتدفقات الاستثمارات الفرنسية حيث تناهز جملة استثمارات باريس في مصر قرابة خمسة مليارات يورو وهناك نحو 165 شركة فرنسية تعمل في مصر توفر ما يقرب من 40 ألف فرصة عمل الحضور الاقتصادي الفرنسي في مصر تعزز خلال الأوينات الأخيرة في مشروعات البنية التحتية والتصنيع والمجال الزراعي والقطاع الدوائي والسياحة ويعد قطاع النقل أحد جوانب التعاون الكبير على المستوى الاقتصادي بين مصر وفرنسا وقد وقعت الحكومتين المصرية والفرنسية اتفاقا لتمويل وتوريد خمسة وخمسين قطارا جديدا للخط الأول لمتر أنفاق القاهرة كما تعد الوكالة الفرنسية للتنمية الزراع الفاعل لتوطيد التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا حيث أثبتت الوكالة أنها شريكا هاما وعنصرا أساسيا في توطيد العلاقات بين البلدين وتقوم الوكالة باستخدام مجموعة واسعة من الأدوات المالية لدعم الحكومة المصرية بشكل حثيث ومستدام لتحقيق الأهداف طويلة الأجل من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة علاقات اقتصادية راسخة تسعى كل من القاهرة وباريس لتعزيزها وزيادتها بما يتنسب ومستوى العلاقات السياسية بين بلدين صديقين وحليفين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كما التقى رئيس السيسي رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دورلاين وخلال اللقاء أكد رئيس السيسي المكانة المهمة التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي في إطار السياسة المصرية من جهتها ثمنت رئيسة المفوضية الأوروبية العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع الاتحاد الأوروبي بمصر مؤكدة اهتمام الجانب الأوروبي بتطوير وتعميق الشراكة التقليدية مع مصر في المرحلة المقبلة خاصة في ظل الثقل السياسي الذي تتمتع به مصر دوليا وإقليميا كما تطرق الاجتماع إلى ملف التنصيق بين مصر والاتحاد الأوروبي حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية المهمة في المحافل الدولية وكذلك التباحث بشأن استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ العالمية المقبلة خلال شهر نوفمبر من العام الجاري في شرم الشيخ وخلال لقائه مع رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن أعرب رئيس السيسي عن التقدير والمواد التي تكنها مصر قيادة وشعبا للأواصر التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين كما جدد الرئيس السيسي تأكيده على ثبات دعم مصر للقيادة والحكومة في تونس في اتخاذ أي إجراءات كفيلة بالحفاظ على كيان الدولة التونسية وتحقيق الاستقرار في البلاد مع التشديد على ثقة مصر في قدرة السلطة التونسية بقيادة الرئيس قيس سعيد على عبور المرحلة الدقيقة الراهنة إلى مستقبل يلبي تطلعات الشعب التونسي الشقيق من جهتها أكدت رئيسة الوزراء التونسية اعتزاز بلادها بالروابط المتينة والممتدة التي تجمع بين الدولتين على المستويين الرسمية والشعبية وحرص الجانب التونسي على استمرار وطيرة التشاور وتنصيق الدورية والمكثف بين البلدين الشقيقين معربة عن التقدير لجهود مصر الداعمة لشأن التونسي ودورها في صون الأمن والاستقرار الإقليميين وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسات الجمهورية أن المباحثات تطرقت إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة خاصة ما يتعلق بتيسير حركة التبادل التجاري وزيادة حجم الاستثمارات البينية كما شهدت المباحثات تبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة تطورات الأوضاع في ليبيا حيث تم التوافق بشكل كثيف للتنسيق المشترك في هذا الإطار لدعم كافة الجهود الرامية لاستقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيه والحفاظ على مؤسساته الوطنية كما التقى رئيس السيسي في مدينة بريست الفرنسية مع رئيس الوزراء النرويجية وصرح المتحدث بثمي الرئاسة بأن رئيس السيسي أعرب عن تقديره للعلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين وما تشهده تلك العلاقات من تطور خلال الفترة الأخيرة مؤكدا التطلع لتعزيز التعاون الثنائي بين الجانب النرويجي وذلك فضلا عن التنسيق والتشاور حول القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك من جهتي أكد رئيس وزراء النرويج حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع مصر مشيرا إلى محورية الدور المصري في الحفاظ على الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ومعربا عن تطلعه لتكثيف أطر التعاون الثنائي بين البلدين وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول بحث سبل دفع العلاقات بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك خاصة مجالات الطاقة والتبادل التجاري فضلا عن الاستفادة من الخبرات النرويجية في المشروعات المرتبطة بمجالات الطاقة النظيفة والنقل كما تمت مناقشة سبل التعاون بين الجانبين لتأمين وتسهيل أنشطة الملاحة الدولية خاصة في ظل أهمية قناة السويس كأحد أهم الممرات الحيوية لحركة التجارة الدولية مع بحث إمكانية الدفع نحو صياغة آلية للتعاون الدولية لتحجيم التلوث البحري في ضوء الدور الرائد للدولتين في هذا الصدد وشهد اللقاء أيضا التباحث بشأن آخر المستجدات على صعيد عدد من الملفات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك حيث أعرب رئيس وزراء النرويج عن تقديره للجهود المصرية للوصول إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التي يمر بها محيطها الإقليمي المضطرب بما يساهم في عودة الاستقرار والأمن لدوله على رأس وفد من مجلس النواب توجه رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي في زيارة رسمية إلى مملكة البحرين تلبية لدعوة الموجهة من رئيسة مجلس النواب البحرينية فوزية بنت عبدالله زينل تأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات الراسخة والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين على الأصعدة والمستويات كافة ومن المقرر خلال هذه الزيارة أن يعقد رئيس مجلس النواب جلسة مباحثات موسعة مع رئيسة مجلس النواب البحريني ورئيس مجلس الشورى البحريني لبحث سبل دعم وتعزيز العلاقات البرلمانية المصرية البحرينية تنفيذا لتوجهات الرئيس السيسي غادرت ميناء ضمياط سفينة مساعدات مصرية في طريقها إلى الأشقاء في لبنان وأوضح مجلس الوزراء أن السفينة تحمل على متنها 487.5 طن مساعدات تضم 122 طن مواد غذائية و265.5 طن أدوية ومستلزمات طبية و100 طن مواد إغافة هذا وقام مجلس الوزراء بالتنصيق مع الوزرات وأجهزة الدولة المعنية لتوفير المساعدات المحددة وكذلك التنصيق مع الحكومة اللبنانية لتوفير ما يحتاجه الإشقاء في لبنان قالت المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية لتدريب راشا راغب إن موظف القطاع العام مثقل بأحمال وقيود وليس مدللا وخلال مشاركتها في منصة حوارية ضمن مؤتمر الابتكار ومستقبل العمل الحكومي بالمملكة العربية السعودية أكدت راغب على انحيازها الدائم للموظف الحكومي مشيرة إلى أهمية الاختيار الصحيح لموظفي القطاع العام وتدريبهم وتأهيلهم بالطرق الصحيحة إلى جانب وضع الأهداف الواضحة وتذليل العقبات أمام الموظفين لتحقيق تلك الأهداف يتوجه رئيس البرلمان العربي عدل العسومي إلى القاهرة للمشاركة كمتحدث رئيسي في أعمال المؤتمر الدولي الثاني والثلاثين الذي ينظمه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف غدا وذلك تحت عنوان عقد المواطنة وأثره على تحقيق السلام المجتمعي والعالمي وذلك بحضور ومشاركة قامات دينية وفكرية وعدد من الوزراء في الدول العربية والإسلامية ومختلف دول العالم ومن المقرر أن يلقي العسومي كلمة يتناول فيها أهمية تعزيز قيم المواطنة ودورها في تحصين المجتمعات العربية والتصدي للمحاولات الخارجية التي تهدف إلى زرع بذور الفتنة والانقسام الطائفي والعرقي في العالم العربي تابع جوتيرش عن كثب الوضع في ليبيا وما تم من تصويت لاعتماد التعديل الدستوري وتعيين رئيس جديد للوزراء دعا الأمين العام للأمم المتحدة جميع الأطراف للاستمرار في الحفاظ على الاستقرار في ليبيا كأولوية أولى مطالبا بالعمل على إجراء الانتخابات الوطنية في أسرع وقت ممكن من أجل ضمان احترام الإرادة السياسية للشعب الليبي من جهته أكد رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي بشاغة أن الحكومة القادمة ستكون للجميع وبالجميع دون استثناء متعهدا بالتزام حكومة الوحدة بمبادئ ديمقراطية وتسلم السلمي للسلطة جاء ذلك خلال كلمة بشاغة عقب تسلمه قرارا للتكليف بالتشكيل حكومة جديدة على أن يقوم بتشكيلها في غضون 15 يوما من تاريخه نشرتنا تتواصل معكم على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها بايدن يدعو مواطنيه إلى مغادرة أوكرينيا على الفور وروسيا تندد بإرسال عسكريين غربيين إلى شرق أوروبا إلى آخر تطورات الأزمة الأوكرانية حيث دعا رئيس الأمريكي جو بايدن المواطنين الأمريكيين المتواجدين في أوكرانيا لمغادرة البلاد على الفور وأدف بايدن خلال التصريح التلفزيوني أن بلاده لن ترسل القوات المسلحة إلى أوكرينيا حتى من أجل إجلاء أمريكيين في حال إقدام روسيا على التدخل في الأراضي الأوكرانية مشيرا إلى أنه في حال حدوث مواجهات على الأراضي بين القوات الأمريكية وروسية ستبدأ حربا عالمية على حد تعبيره كان الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي النيتو ينسي ستولتنبرغ أن الحلف يبحث إمكانية نشر مجموعات قتالية جديدة ليس فقط في رومينيا وإنما في عدد من دول إقليم البحر الأسود أكد ستولتنبرغ اعتزام الحلف تعزيز تواجده على الجناح الشرقي لأوروبا موضحا أن وزراء دفاع الدول الحلف سيبحثون الأسبوع القادم كيفية تعزيز التواجد في الاتجاه الشرقي شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتني بلينكين على أهمية الدفع باتجاه الحل الدبلوماسي للأزمة الأوكرانية خلال مؤتمر صحفيين في اجتماع الرباعية مع وزراء خارجية أستراليا والهند واليابان في مولبورن بأستراليا أكد بلينكين أن بلاده قد بذلت كل جهد ممكن للتواصل مع روسيا من أجل بحث دواعي القلق والمخاوف بشأن الأزمة الأوكرانية موضحا أنه يعمل على تحديد العواقب التي يمكن أن تواجهها روسيا إذا غزت أوكرانيا بما في ذلك العقوبة الاقتصادية والمالية وضوابط التصدير جدد الممثل الأعلى لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل عرض الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لمواصلة الحوار مع روسيا بشأن سبل تعزيز أمن الجميع وأضف بوريل أن رسالته إلى الوزير الخارجي الروسي سيرجي لافروف تناولت القضايا التي أثارها الوزير لافروف وجددت عرض بروكسل لمواصلة الحوار مع روسيا حول سبل تعزيز الأمن نددت روسيا بإرسال الولايات المتحدة وحلفائها قوات إلى شرق أوروبا وأصفة هذا الأمر بأنه خطوة في الاتجاه الخطأ قال النائب الأول لمبعث روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دمتري بوليناسكي إن هذه الخطوة من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد الوضع وتسبب في أزمة بدلا من التهديئة وهو التصعيد الذي يرغب الجميع في تجنبه وأضاف الدبلوماسي الروسي أن هناك نحو 175 ألف جندي خارج الولايات المتحدة مؤكدا أن روسيا لا يمكنها أن تقلق حيال هذا ترجمة نانسي قنقر إذن من المتوقع ظهور المزيد من السلالات المتحورة من الفيروس كذلك خلال مؤتمر صحفي على هامش زيارتها لمنشآت صناعية للقاحات في جنوب إفريقيا مع مدير عام المنظمة تادروس أدهانوم صرح رئيس الوزراء الياباني بأن وطيرة انتشار العدوى بدأت بوضوح في التباطئ بفضل تعاون الشعب وقال كشيدا أن الإجراءات المتخذة حتى الآن قد أتت بمفعولها إلى حد ما على ما يبدو مؤكدا أن الخبراء يحذرون من ارتفاع مخاطر الحالات الشديدة واستمرار زيادة عدد الإصابات الجديدة وأوضح رئيس وزراء اليابان أن ارتفاع حالات الإصابة بكورونا يعرقل المجتمع والاقتصاد قررت السلطات الإيطالية إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة للحماية من العدوى بفيروس كورونا اعتبارا من اليوم ووفقا للقرار فإنه سيتعين على المواطنين فقط تغطية أنوفهم وأيضا كذلك في الأماكن المفتوحة أثناء تواجدهم ضمن حشد من الناس هذا ولا يزال التزام ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة ووسائل النقل العام تفقد محافظ أسيوت عصام سعد عددا من المدارس الجديدة التي تنفذها هيئة الأبنية التعليمية بقرى ومراكز المحافظة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وأكد محافظ أسيوت أن المدارس التي تم وجاري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة بلغت حوالي 500 مدرسة من بينها مدرسة ضمن 88 مدرسة أيضا للمبادرة الرئاسية حياة كريمة وأشار عصام سعد إلى أن إنشاء المدارس الجديدة وزيادة أعداد الفصول تهدف أساسا للدولة لصالح تحسين المنظومة التعليمية وتخفيف كثافة الفصول وإلغاء القدر الفترات وتحقيق جودة التعليم لأبناء المحافظات خاصة في القرى الأكثر احتياجة خلال الفترة اللي فاتت يعني شايدوا الكثير من المدارس اللي هي قللت الكسافة الطلابية عندنا في الفصول لما هنتكلم بالأرقام هنقول مثلا إحنا عندنا شيء ده خلال الفترة السبع سنوات الفترة اللي فاتت بما 500 مدرسة 500 دي ما يقارب 500 مدرسة روماية وشوية بما يقارب 500 مدرسة قديد بتعمل لها مثلا حوالي 7500 فاصل وضيف للأبناء التعليمية عندنا في محافظة قصود منهم 88 مدرسة تم تشهدها في المبادرة الجائسية الكريمة لفخامة ريس الجامورية بإجمال 1250 فاصل الفصول دي كلها والمدارس دي كلها لما نحب أن قيمة حاليا قاكيم مدرسة تتجاوز 3.5 مليار جنيه مصري نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما ترددا من أنباء بشأن صدور قرار بحسف أجزاء من مناهج الصف الرابع الابتدائي الخاصة بالفصل الدراسي الثاني وبالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تم إضاح أن مناهج الصف الرابع الابتدائي كما هي دون حذف أو تغيير أي أجزاء منها وفقا لنظام التعليم الجديد حيث تم وضع مناهج متورة من قبل متخصصين في كل مادة على حدة وبناء على معايير دولية ترتبط بخطة تربوية متكاملة وأوضح وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أن رئيس الوزراء يرأس اللجنة العليا المعنية بالتحضير لمؤتمر الدولي الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ وذلك لتوفير كل الدعم اللازم وتسخير الإمكانات للخروج بصورة مشرفة تعكس مكانة وقيمة مصر على المستوى الإقليمي والدولي وخلال لقائه محافظ جنوب سيناء لمتابعة الاستعدادات في شرم الشيخ للصدافة المؤتمر تم استعراض بعض العروض المقدمة من الشركات الوطنية العاملة في مجال النظافة للتعاون في منظمة المخلفات الصلبة بمدينة شرم الشيخ لتحويلها لمدينة خضراء مستدامة صديقة للبيئة عن آخر أخبار المال والأعمال من نشرة السادسة نتابعها مع حكمة عبد الحميد إليك حكمة شكراً ريهان شكراً أميرة وهذه بالفعل الوقفة الاقتصادية بنشرة السادسة أصدرت وزارة التخطيط تقريراً حول توقعات المؤسسات البحثية الدولية لأداء الاقتصاد المصري خلال العام الجاري وأشار تقرير الوزارة إلى رصد مؤسسة فوكس إيكونوميكس العالمية توقعات 30 مؤسسة بحثية للاقتصاد المصري لتأتي توقعات النمو ما بين 4.2% و6% حتى جاء جولدمان ساكس أكثر المتفائلين بنمو الاقتصاد بينما رجحت المؤسسات نمو الأسعار في المتوسط ما بين 4.9% و8.7% بحثت وزيرة التجارة والصناعة نيبين جامع مع ناظيراتها بدولتي ليبيا والأردن آخر مستجدات الشأن الاقتصادي والتجاري والاستثماري والصناعي المشترك بينهما جاء ذلك على هامش أعمال الدورة 109 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية وخلال اللقاء بحثت وزيرة التجارة والصناعة مع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد لحويج سبل إمكانات تنمية وتطوير معدلات التبادل التجاري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة ومن جانب آخر بحثت جامع مع وزير الصناعة والتجارة الأردنية يوسف الشمالي التعاون المشترك في الشأن الاقتصادي على المستوى الثنائي بين البلدين وعلى المستوى الثلاثي بين مصر والردن والعراق في أسواق المعادن النفيسة حيث تراجع الذهب في الأسواق العالمية تحت تأثير توقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي للتحاد الأمريكي أسعار الفائدة الشهر المقبلة وسجلت الأقية 1824 دولار بنسبة تراجع 1 من 10% أما على الصعيد المحلي فسجل عير 18 685 جنيه للجرام و21 799 جنيه للجرام في حين سجل 24 نحو 913 جنيه وصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 6392 جنيه إلى أسواق البترول العالمية حيث تراجعت أسعار النفط بسبب ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة فتراجعت العقود الأجلة لخام بيرنتي بنسبة 6 من 10% إلى 90.83 دولار للبرميل انخفض الخام الأمريكي بنسبة 5 من 10% إلى 89.43 سنتات للبرميل تتجه أسعار النفط أيضا إلى أول انخفاض أسبوعي لها بعد تحقيق مكاسب لسبعة أسابيع متتالية انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 2% في ديسمبر الذي دفع فيه الانتشار الكبير لسلالة أوميكرون المتحورة من كورونا الكثير من البريطانيين إلى العمل من المنزل وتجنب أنشطتهم الاجتماعية المعتادة في وقت احتفالات عيد الميلاد وهو ما أثر بالسلبي على الكثير من الأنشطة في قطاع الخدمات وقال مكتب الإحساءات الوطنية أن الناتج المحلي الإجمالي قد زاد بنسبة 6 من 10% في ديسمبر مقارنة بالفترة نفسها من العام السابقي عليه ترجعت الأسهم الأوروبية لتسير على ضرب موجة بيع في الأسواق العالمية بعد بيانات تضخم أمريكية قوية فانخفض المؤشر ستوكسي الأوروبي بنسبة 5% وترجعت كافة القطاعات ومؤشرات البورصات في منطقة اليورو كان قطاع التكنولوجيا الأكثر تأثر بالانخفاض ليتراجع بنسبة 1.2% إلى منطقة الخليج حيث انتعشت برسطة الإمارات مع ارتفاع في أسعار النفط أعقب إشارة وكالة الطاقة الدولية إلى شحن في أسواق النفط وأغلق مؤشر أبو ظبي على صعود بنسبة 8% مواصلا المكاسبة للجلسة السادسة على التوليد في دبي صعد مؤشر الأسهم الرئيس بنسبة 2% مساجل أكبر مكسب أسبوعي له منذ 17 ديسمبر 2021 انتهت الوقفة الاقتصادية بنشرة السادسة وعودة مرة أخرى إلى ريهام وأميرة إليكم شكرا لك حكمة وختام نشرة السادسة تذكير بأهم ما جاء بها من أنباء الرئيس السيسي يشارك في فعالية قمة محيط واحد بفرنسا ويؤكد أن مصر تتخذ خطوات حثيثة للتحول إلى مركز للطاقة المتجددة على هامش مشاركته بقمة محيط واحد الرئيس السيسي يؤكد لمكرون ما توليه مصر من أهمية خاصة لتعزيز التعاون مع فرنسا بتوجهة من الرئيس السيسي سفينة مساعدات تغادر ميناء دمياط للأشقاء في لبنان انتهت نشرة السادسة من التلفزيون المصري تحية لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة